لا يذكر الواقع السياسي في العراق إلا ويحضر الحديث عن الميليشيات وتنامي نفوذها ودورها في تدمير الدولة وفي ظل الصراع الحزبي المتصاعد تتجه الأنظار إلى دور تلك الميليشيات في ترسيخ بنية الدولة العميقة التي جعلت العراق حديقة خلفية لإيران ومركزا للتوتر الإقليمي وتهديد البلاد العربية وفي هذا السياق يحضر بحث نشرته مؤسسة نومد البريطانية تحت عنوان دولة ميليشيات ليقدم خريطة مفصلة بشأن تفاقم نفوذ الميليشيات وابتلاعها للعراق بمقدراته البحث صلت الضوء على جرائم الميليشيات ونهج التغيير الديمغرافية الذي تتبعه معتمدا على مقابلات مع مسؤولين غربيين لعبوا أدوارا مهمة في العراق في فترة ما بعد عام 2003 كما يلخص البحث مستقبل العلاقات بين هذه الميليشيات بعد اتساع الشرخ بين أجنحتها من الأحزاب السياسية هذا البحث يحيل إلى لذان حديث السفير الأمريكي الأسبق لدى بغداد روبرت فورد حينما قال إن أمريكا ارتكبت خطأ استراتيجيا كبيرا في العراق بشأن تجاهل القضاء التام على الميليشيات وبدلا من ذلك رحبت من ضمام زعمائها إلى الأحزاب السياسية ولم تعمل على نزع أسلحتهم وأخطر ما جاء في حديث فورد تحميل أمريكا مسؤولية انتشار الميليشيات التي باتت تقوض الاستقرار في العراق الأسابع الأخير شهدت تصعيدا على كافة المستويات بين الشركاء وطفت الخلافات على سطح العملية السياسية وصار التلويح بعصى الميليشيات حاضرا في تصريحات زعماء الكتل السياسية فما يكاد يخرج استعراض لميليشيا السرايا إلا ويقابله استعراض مضاد لميليشيات الإطار التنسيقي وذلك في شارع فلسطين ببغداد ورفعهم صور قتلاهم فضلا عن صور قاسم سليماني انعدام الثقة بين شركاء المنظومة الحاكمة ووصولهم إلى مرحلة طلب السلطة عبر سياسة كسر العظام جعل صراع الميليشيات هو عنوان المرحلة المقبلة